بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي مشاهدي فضائية العراق التربوية في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عدنا إليكم مرة أخرى وحلول أسئلة الاختبار السابع لرياضيات الرابع العلمي إذن كونوا معنا أعزائي كما تعلمتم في بداية كل درس يتم استعراض أهم الأجوبة التي وصلتنا عن طريق وحدات التعليم عن بعد في مديريات التربية المختلفة في ربوع عراقنا الحبيب وكانت إحدى الإجابات للطالبة دانيا حازم أحمد من مديرية تربية محافظة كاركوك وهناك إجابة أخرى إذن إجابات كثيرة وصلتنا إجابة أخرى للطالبة زهراء السعدي وإجابات أخرى طبعا الرجاء من طلابنا الأعزاء عندما يرسلون الإجابات يذكرون فيها الإسم والمدرسة والمحافظة إجابة للطالبة زينة الحياة من تربية نينوى وأيضا هنا إجابة أخرى للطالبة فاطمة يوسف من مدرسة أم البنين أو عفوا أم المؤمنين وطالبة أخرى شمس نجاح في كل الإجابات للصف الرابع العلمي وزينب محمود من ثانوية القادسية في محافظة نينوى وإجابة الطالبة مريم محمد حسون من ثانوية الثورة للبنات في تربية نينوى أيضا وإجابة الطالبة آية قاسم عبد الحسن وإجابات كثيرة وصلتنا إجابة الطالبة جنات أحمد من إعدادية أم المؤمنين وأيضا إجابة الطالبة مروى عمر محمد من ثانوية الثورة في تربية نينوى وإجابة أخرى للطالبة زينب علي وإجابة أخرى أيضا من الطالبة آيات أحمد وإجابات كثيرة أعزائي ونبدأ في حلول أسئلة الإختبار السابع طبعا الإجابات جيدة وراقية ومبدعة وفيها بعض الهفوات التي سوف نسلط الضوء عليها خلال شرح الحلول التفصيلية السؤال الأول أعزائي من نقطة تبعد عن قمة بناية البنك المركزي العراقي 344 متر على أرض أفقية وجد راصد الراصد أقصد به شخص يباوى على بناية البنك المركزي والبعد بين الراصد والراصد هنا سأمثل على شكل نقطة وقمة البناية هو 344 متر وجد أن زاوية الارتفاع تساوي 30 درجة الآن أريد أن أعرف ارتفاع البناية إذن رح أجي أرسم رسم توضيحي إذن الراصد سيكون موقعه هنا البناية سيكون ارتفاعها Y البعد بين الراصد وقاعدة البناية هو X والبعد بين الراصد وقمة البناية 344 بعض الإجابات التي وصلتنا أعزائي معتبر هذه 344 إذن عليكم قراءة السؤال بدقة دا أقول هنا شنوى من نقطة تبعد عن قمة البناية قمة البناية يعني معناه هذا هو 344 لو قائل لك من نقطة تبعد عن قاعدة البناية إذن رح يصير عندي X 344 مثلا إذن دا يريد مني ارتفاع البناية اللي هو Y أعزائي تعلمتم أن النسب المثلثية ساين يساوي مقابل على الوتر الكوساين يساوي المجاور على الوتر التان يساوي المقابل على المجاور من خلال هذه النسب الثلاث شنو النسبة المثلثية التي يمكن استخدامها في هذا السؤال للحصول على ارتفاع البناية هسا رح تقول لي الوتر معلوم الوتر معلوم 344 أوكي ودا أريد المقابل إذن شنو النسبة المثلثية اللي تربط المقابل بالوتر إذن واضح جدا بأن هذه النسبة المثلثية هي ساين إذن ساين التلاثين طبعا هنا زاوية الارتفاع هي شنو زاوية الارتفاع هي الزاوية المحصورة بين أفق الراصد والمرصود يعني هس هنا أنا من دا أنظر إلى الكاميرا اللي أمامي إذن هنا الأفق بيني وبين الكاميرا وإذا أريد أنظر إلى سقف هذا الاستوديو إذن هنا رح أصير عندي زاوية ارتفاع ولكن زاوية الانخفاض شنو هي الزاوية المحصورة بين أفق الراصد والمرصود إذا كان النظر وين إلى الأسفل عندما هنا أنظر إلى الشاشة إذن هنا سيكون هذا المستقيم والمرصود اللي هو الشاشة اللي موجودة أمامي إذن هذه تسمى زاوية الانخفاض إذن هنا دا يقول لي زاوية الارتفاع هي 30 درجة إذن ساين 30 درجة تساوي المقابل على الوتر رح يكون عندي هنا تعويض مباشر ساين 30 يساوي وي على 344 تعلمتم أن ساين 30 درجة يساوي نصف طرفين يساوي وسطين يعني معناها 2Y تساوي 344 بقسمة هذه المعادلة على 2 إذن معناها Y تساوي 172 متر إذن هذا يمثل ارتفاع البناية إذن هنا أعزائي كمعلومات عامة بناية البنك المركزي العراقي الجديد ويقع في منطقة الجادرية في بغداد على ضفة نهر دجلة في بغداد وهو مقام على مساحة 19 ألف متر مربع ويتكون من 38 طابق وبواقع 3 منها تحت مستوى الأرض و35 طابق فوق مستوى سطح الأرض وبارتفاع حقيقي 172 متر ويعتبر مبنى البنك المركزي العراقي أعلى مبنى قيد الإنشاء في العراق ويتكون من مكاتب وقاعات للمؤتمرات وخزائن للعملة والذهب ومتحف ومسرح للاحتفالات ويحيط به مساحات خارجية خضراء صمم المبنى المعمارية الراحلة زهى حديد رحمه الله بطلب من البنك المركزي عام 2012 إذن هنا أعزائي معلومات عامة عليكم الاطلاع عليها والسؤال الثاني وقف شخص في أعلى برج وأبصر شجرتين تقعان مع قاعدة البرج إذن هنا ستتكون لدينا زاوية انقفاض إذن هذا الشخص ينظر إلى الأسفل إذن الشخص في قمة البرج وينظر إلى الأسفل وشاهد شجرتين أكيد هناك شجرة ستكون قريبة أقرب من الشجرة التي بعدها وكان زاوية انقفاض الشجرة الأولى 60 درجة وزاوية انقفاض الشجرة الثانية 30 درجة جد ارتفاع البرج إذا علمت أن المسافة بين الشجرتين هو 20 جدر 3 متر إذن لاحظ هذا الرسم إذن تم اختيار الشجرة الشجرة هي النخلة طبعا أي شجرة يمكن أن ترسم ويممكن تمثلها على شكل نقطة أنت كحل ولكن اعتزازنا بالنخلة العراقية والخير الموجود في هذه النخلة إذن أعزائي الشخص وقف أعلى البرج أبصر الشجرة الأولى وكانت زاوية الانقفاض 60 إذن بالتأكيد هذه الزاوية أيضا 60 والشجرة الثانية زاوية الانقفاض لها 30 درجة أكيد هذه الزاوية أيضا 30 درجة طبعا بالمناسبة عندما أذكر الزاوية يجب أن أذكر معها درجة يعني 30 فقط إذن فيها إشكال علمي إذن هنا تقول 30 درجة وتقول 60 درجة إذن من خلال هذه المعلومات وناطيني البعد بين الشجرة 20 جذر 3 متر ويدا يريد من عندي ارتفاع البرج إذن أعزائي شلون رح أبدي بالحل واضح جدا سأبدأ أولا في المثلث الصغير يعني هنا من أجي أنظر إلى مثلثيا إذن المثلث الصغير اللي أمامكم اللي هو هذا المثلث إذن هذا المثلث الصغير إذن عندي زاوية 60 الواي يمثل المقابل لها والأكس يمثل المجاور لها ما هي النسبة المثلثية التي تربط بين المقابل والمجاور إذن واضح جدا رح تقول لي التان أقول لك عاش تيدك إذن معناها في بادئ الأمر رح أقول وراء ما فرضنا ارتفاع البرج واي والبعد بين قاعدة الشجرة الأولى وقاعدة البرج هو أكس إذن معناها رح يكون عندي تان ستين درجة يساوي واي على أكس إذن بعض الطلاب يقول لي أنا حافظ تان ستين درجة يساوي جدر ثلاثة أقول لك عاش تيدك ورأسا عوضة جدر ثلاثة بعض الآخر من الطلاب يقول لا أنا أعرف التان هو الساين على كوساين وأنا حافظ الساين والكوساين للستين درجة أقول لك ولا يهمك اكتب لي الساين ستين درجة على كوساين ستين درجة الساين هو جدر ثلاثة على اثنين الكوساين هو نصف من أقل بعملية القسمة إلى عملية الضرب أختصر اثنين وي اثنين إذن رح يصير عندي جدر ثلاثة أعوض مكانتان ستين درجة جدر ثلاثة يساوي واي على أكس إذن طرفين يساوي وسطين واي تساوي جدر ثلاثة أكس إذن هذه معادلة رقم واحد خلي أستفيد من المعلومة الأخرى ومن المثلث الآخر المثلث الكبير إذن رح يصير عندي تان ثلاثين إذن هالمرة رح أجي أستفيد من المثلث الكبير إذن هذا المثلث إذن رح أجي أستفيد من تان ثلاثين اللي هو مقابله y ومجاوره هذه القاعدة بشكل كامل اللي هي x زائد 20 جدر ثلاثة إذن معناها رح يصير عندي تان ثلاثين درجة يساوي y اللي هو المقابل على المجاور x زائد 20 جدر ثلاثة تان ثلاثين درجة إذا حافظ قيمته واحد على جدر ثلاثة فبها تقول لي أريد أسويه السين على كوسين صحيح ولا يهمك رح أجي أعوض تعويض مباشر واحد على جدر ثلاثة يساوي y على x زائد 20 جدر ثلاثة من أقول طرفين يساوي وسطين إذن صارت عندي معادلة رقم اثنين أكيد معادلة رقم واحد رح أستفيد منها رح أعوض المعادلة رقم واحد بالمعادلة رقم اثنين للحصول على هذا الجواب إذن مكان الواي رح أعوض جدر ثلاثة x جدر ثلاثة في جدر ثلاثة رح يصير ثلاثة إذن هذا ثلاثة x يساوي x زائد 20 جدر ثلاثة إضافة النظير الجمعي للطرفين يعني سالب x رح يصير ثلاثة x ناقص x اثنين x تساوي 20 جدر ثلاثة يعني معناها الـ x تساوي 10 جدر ثلاثة إذن الواي رح يصير عندي أنا اتفقت وياك بأن الواي تساوي جدر ثلاثة x رح أعوض مكان الـ x بما يساويها إذن معناها ارتفاع البرج رح يساوي 30 متر يجي طالب آخر يقول استاذ يصير المعادلة رقم واحد ما أسويها y تساوي جدر ثلاثة x يصير أسويها x تساوي y على جدر ثلاثة من أجل التعويض لإيجاد قيمة y بشكل مباشر نعم ووصلتنا حلول كثيرة تستخدم الطريقة الثانية إذن اللي يهمني في هذا السؤال هو إيجاد ارتفاع البرج وارتفاع البرج 30 متر أعزائي إذن هل تعلم أن العراق يعد من أقدم مواطن زراعة النخيل في العالم وتحتوي مسلة حمورابي على سبع قوانين متعلقة بالنخيل منها قانون يفرض غرامات كبيرة على من يقطع نخله وقوانين أخرى تتعلق بتلقيح الأشجار وبالعلاقة بين الفلاح ومالك الأرض وعقوبات على الإهمال وعدم العناية حيث تفرض على الفلاح أن يدفع إيجار البستان كاملا إلى المالك إذا سبب إهماله أو عدم عنايته بالأشجار إلى قلة إنتاج التمر إذن أعزائي دعوة لكم في المحافظة على المساحات الخضراء الموجودة في كل مكان في عراقنا الحبيب والاهتمام بها والعناية بها لأنها أكيد إليكم جميعا إذن السؤال الثالث وجد راصد أن زاوية ارتفاع قمة مأذنة من نقطة على الأرض تساوي 30 درجة فإذا كان البعد بين الراصد وقاعدة المأذنة شوف هنا الفرق بين السؤال الثالث والسؤال الأول السؤال الأول كان البعد بين الراصد وقمة البناية الآن البعد بين الراصد وقاعدة المأذنة هو 104 جذر ثلاثة فما بعد الراصد عن قمة المأذنة يعني دا يريد من عندي في هذا السؤال إيجاد قيمة وي رح أفرض البعد بين الراصد وقمة المأذنة Y وأفرض ارتفاع المأذنة X ومن هنا الزاوية 30 درجة المجاور معلوم عندي وديريد من عندي الوتر شنو النسبة المثلثية اللي تربط بين المجاور والوتر إذن راح تقول لي واضح جدا النسبة هي كوساين إذن كوساين 30 درجة تساوي المجاور على الوتر إذن المجاور هو 104 جذر ثلاثة الوتر هو Y تعرف أن كوساين 30 درجة تساوي جذر ثلاثة على اثنين إذن طرفيا يساوي وسطيا راح يصير جذر ثلاثة Y يساوي 208 جذر ثلاثة إذن الواي تساوي 208 متر البعد بين الراصد وقمة المأذنة الآن راح تقول لي ممكن يجيب لي سؤال نفسه يقول لي أريد البعد بين الراصد وقاعدة المأذنة أقول لك ممكن يصير زيان إيش راح يساوي بها الحالة إذا أجاك هذا السؤال فأنت مخير بين استخدام النسبة المثلثية الساين أو التان الساين هو مقابل على الوتر التان هو مقابل على المجاور وأريد أطيك واجب في استخدام هاتين النسبتين لأتحقق من أن ارتفاع المأذنة سيكون 104 متر إذن أعزائي تم اختيار الصورة الموجودة في السؤال مآذن المسجد النبوي الشريف والصورة تعود إلى هذه المآذن في المدينة المنورة ومعلومة عامة يبلغ عدد المآذن عشر مآذن حول المسجد الشريف وارتفاع كل منها قرابة المية وأربعة متر إلا شوية إذن خلي نقول مية وأربعة متر إذن أعزائي بهذا القدر من الأسئلة نكون قد أنهينا الإجابة عن حلول أسئلة الإختبار السابع وأعزائي متابعة هذه الحلول مهمة ومهمة جدا لتطوير معلوماتكم وتعلمكم على المفاهيم الأساسية في الرياضيات وكيفية تحليل السؤال وحل السؤال ليس بالضرورة أن تعتمد على الأسئلة النصا لأجل الإجابة عليها لأن الرياضيات مبني على فهم الأفكار وليس حفظها لقاءنا في أسبوع آخر إن شاء الله وأستودعكم بأمان الله وحبا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة